اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة دكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وفقت النهاردة على منح 2087 حالة منحهم معاش استثنائي وتكرين 19 حالة من رجال الشرطة اللي استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرا لجهودهم المتميزة وتخفيفا عن أسرهم الوزيرة قالت أن اللجنة تقوم ببحث الحالات اللي بيتم منحها معاشات استثنائية نظرا لظروفها الاجتماعية والمراضية القاسية أو تعرضها لحالات طريقة وعاجلة